تقديراً لإبداعاته في نقل المعاناة الإنسانية على الصعيد الفنين كرم مكتب الثقافة في تعز الرسام الكاركتوري رشاد السامعين في معرض لرسوماته أقيم في منتزه التعاون بمدينة تعز كرمناه بدرع الثقافة لأن الإبداع لا يقدر بثمن لكن محبة تعز لهذا الرائع الجميل ستظل أكبر من أي عطايا وأكبر من أي هدايا يستلهم رشاد أفكاره من المأساة التي يعيشها الوطن بماضيه وحاضره ولأنه شاهد على الحرب بشراستها وفصولها القاسية فهو يطوعها بريشته الساخرة لتختزل قصة الإنسان وتلامس أوجاعه مشهد واحد من رسوماته يلخص فكايات عجز الجميع عن روايتها ما إن تقترب منها أكثر حتى تكتشف شغف شاب عشق الفن التشكيلين فصنع منه الدهشة والإبداع الكاركاتي يحتاج مجهود ويحتاج تعب بس التعب هذا يستاهل للأمانة لأنه للناس وإي حاجة للناس نهني بالتعب ونهني بالسهر والوقع بذائقته الفنية المرهفة وحسه الفريد اختطف رشاد قلوب جمهوره وعيونهم إذ يلخص بأعماله المتميزة مأساة تعز المحاصرة في حملة فك الحصار عن المدينة الهدف الرئيسي من رسومة الكاركاتير الجانب الإنساني أحاول خاصة في هذه الفترة فترة الحرب أحاول أوصل معاناة الناس خاصة في تعز مثلا أناقش مسائل الحصار وآثار على الناس قضايا كثيرة تطرق إليها رشاد وطرقها بريشته عبرت عن الحرب والسلام عن الحرية والقيود عن الفقر والحب والوطن ومضى طيلة يوميات الحصار وأحداثها الدامية مسلطا الضوء على محنة اليمن في زمن الحرب لطالما عدهشنا برسوماته الكاركتورية السياسية اللاذعة ولا يزال يتفنن في انتقاء الأفكار العصية والمعقدة الفنان رشاد السامعي صاحب الريشة الأنيقة يواصل نقده لكل ما هو لا إنساني خصوصا حملة فك الحصار عن تعز مهى علي قنة بلقيز تعز